فعاليات الصحفيين الفلسطينيين المطالبين بالإفراج عن زملائهم ما زالت مستمرة فقد تظاهروا قرب دوار المنارة وسط مدينة رامالا المحتلة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين السبعة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد أن مددت النيابة العامة احتجازهم بتهمة نشر مواد قد تشكل خطرا على سلامة الدولة وأمنها وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية تفاصيل أوفا في التقرير التالي مع تمديد النيابة العامة لاحتجاز سبعة صحفيين في الضفة الغربية واستمرار احتجاز صحفي آخر من قبل أجهزة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة وخمسين يوما تظاهر الصحفيون وعائلات بعض المحتجزين منهم مطالبين بإخراجهم من دائرة الاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية هنا وهناك حيث جاءت تظاهرة اليوم بعدما دعت نقابة الصحفيين في بيان لها وسائل الإعلام لوقف نشر أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة الرسالة الرئيسية نرفض فعلا وحقيقة ودون أي مجاملات أي اعتقال لإيزام الصحفي خاصة أننا نعاني وعانينا من هذه القصة وندرك كم هي صعبة أنه يتم حبس صحفي لمجرد أنه يعمل مع جهة السلطة غير راضية عنها سواء هنا أو هناك هذه نقطة نقطة ثانية والأخطر لقانون الجرائم الإلكترونية واللي اليوم بيحاكم عليه سبعة من الزملاء النقطة الرئيسية أن قناة القدس كما ذكر المحانمي مهنة جرادة المحكمة تعتبرها جهة غير قانونية ونحن نعمل منذ 2008 وصدفنا رئيس الوزراء وصدفنا قال في الأجهزة الأمنية كيف يمكن أن نفهم هذه النقطة الصحفيون كانوا أول ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن تم توجيه تهم لبعض المحتجزين منهم تستند لأحد بنوده وهي وفق المادة عشرين الترويج لما قد يشكل خطرا على أمن الدولة وسلامتها على عكس ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ليلة اعتقال خمسة منهم عندما نسبت لهم تهما بتسريب معلومات حساسة لجهات معادية من هنا كان التظاهر اليوم لا للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين فقط بل للتأكيد على رفض القانون برمته والدعوة لتعديل بعض بنوده التي لا تتوافق مع القانون الفلسطيني الأساسي وتحد من حرية الرأي والتعبير كل الوقاع التي تم التحقيق مع الصحفيين بشأنها في القضية هي وقاع تتعلق بقيامهم بعمل الصحفي وهذا طبعا مكتوب وتم نشره بطلب تمديد التوقيف المقدم من قبل النيابة العامة للأسف طبعا تم تجريم هذا العمل الصحفي من خلال طبعا قانون القانون الجرائم الإلكترونية الذي النافذ بالإضافة لأن هذا القانون تم التحقيق معهم على واقع أيضا قبل نفاذ هذا القانون وقبل نشره وهذا أيضا هناك مخالفة قانونية هذا القانون بخالف كافة القوانين الدولية التي جاءت تحمي العمل الصحفي بفلسطين استمرار احتجاز الصحفيين في الضفط الغربية وقطاع غزة يثير مزيدا من التساؤلات حول سقف حرية الإعلام في ظل نفاذ قانون الجرائم الإلكترونية من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر